سيطرت ميليشيات الحوثية العاصمة صنعة ورفضها حتى مثل ما تفضلتم في الخبر على أنه يوصل الغاز من مأرب إلى المناطق التي تسيطر على ميليشيات الحوثية فهذا تقسيم واضح ميليشيات الحوثية يوم 22 مايو منعت قيادات المؤتمر الشعبي العام والمحتفلين في المؤتمر الشعبي العام من إقامة فعالية الذكرى الثالثة والثلاثين لعد تحقيق الوحدة اليمنية في صنعة في اللجنة الدائمة ولذلك أنا أتصور بأن تقاسم الموارد صحيح أن كل محافظة تحظى بالموارد الأكثر أو إقليم تحظى بالموارد الأكثر لأبنائه وتحقيق التنمية والشعور أيضا بأن هناك عدالة لكن تقاسم الموارد والحوثي يسيطر على العاصمة صنعة وينهب الرواتب ويقول على أنه يريد موارد من مأرب وشبوة وسيئون وبقية المناطق فأنا أعتقد هذا الأمر غير عادل العادل هو على أنه دولة جامعة تجمع كل الناس ومؤسسة دولة من برلمان وشورى ومجلس وزراء وقضاء ومؤسسة دولة مختلفة ومؤسسة دفاعية وأمنية تحفظ لليمنين جميعا حقوقهم الحقوق في التعليم حقوق في الصحة حقوق في التعينات حقوق في الحياة العامة حقوق في الحريات الموضوع هذا بحاجة إلى توضيح أكثر في حقيقة الأمر على أنه الناس الآن يتساءلون ما الذي ستصفر عنه المشاورات وما الذي ستصفر عنه المفاوضات ما الذي ستصفر عنه الجهود التي يقدمها المبعوث الأممي والأمريكي والأمم المتحدة وكذلك الأشقاء الكرم في المجلس التعاون الخليجي والتحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن بقية الأشقاء في المملكة والإمارات ترجمة نانسي قنقر